بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أحياكم الله أخواني وخواتي وطلاب في مادة البحث ومصادر المعلومات اليوم بإذن الله في هذا الدرس سوف نتناول ونقوم بإذن الله بمراجعة عامة مراجعة عامة لما تناولنا في الوحدة الخامسة تناولنا في بداية الوحدة الخامسة والتي هي المقصود بأن هذه الوحدات تتحدث عن البحث العلمي ما هو مفهوم البحث العلمي؟ ذكرنا أنه عملية منظمة يقوم بها الباحث بهدف الإجابة على أسئلة محددة أو حل مشكلة لأجل ماذا؟ لأجل الوصول إلى معرفة ويبدأ باختار مشكلة إلى أن يصل إلى حل مشكلة تتضح أهمية البحث العلمي للطالب من خلال تحقيق الآتي يعني ما الأهمية التي تفيدك من خلال البحث العلمي؟ التنمية المعرفية من خلال إثراء المعلومات أيضا المنهجية وذلك من خلال ممارسة الأساليب والقواعد العلمية المعتمدة في كتابة البحث العلمي أيضا تنمية المهارات الذاتية وهذلك من خلال قدرة الطالب على القراءة والمقارنة والإستنباط تنمية المهارات البحثية من خلال تطبيق الطالب مهارات البحث المختلفة أي خيرا لدينا الاعتماد عن النفس وهذلك من خلال ماذا؟ دراسة المشكلات وجمع المعلومات المتعلقة بها لدينا ذكرنا البحث العلمي عدة مجالات إذا ما هي مجالات البحث العلمي؟ بحوث حل المشكلات والبحوث النقدية وبحوث الحقائق بعد ذلك تنولنا في الدرس الثاني من الوحدة الخامسة لدينا مهارة استخدام مناهج البحث العلمي أولا مفهوم مناهج البحث العلمي طبعا ذكرنا أن المنهج هو الطريق الواضح في هذا المعنى طبعا اللغوي حيث يستخدم العلماء العرب المعاصرون مصرح المنهج وجمعه مناهج وهي الطرق الواضحة التي يسلكها الدارسون في دراستهم ظاهرة من الضوار محل البحث والدراسة و المناهج البحث تتكون من ثلاث كلمات منهج بحث علمي حيث يعرف منهج البحث العلمي بأنه الطريقة الذي يتبعه الباحث للكشف عن حقيقة أو ظاهرة أو حل مشكلة وفقا للأساليب العلمية حتى يصل إلى نتيجة معلومة بمعنى أن مثلا لدينا هنا المنهج الذي هو يعني الطريق والبحث يعني الكشف والسقصاء والعلمي وفقا للأساليب محددة ثانيا أنواع مناهج البحث العلمي ما هي أنواع مناهج البحث العلمي ذكرنا ماذا؟ ذكرنا لدينا أنه المنهج الوصفي و المنهج التاريخي و أخيرا المنهج التجريبي بعد ذلك لدينا ننتقل الدرس ذكرنا لكم في هذه الرحلة الخامسة البحث العلمي ذكرنا الدرس الثالث و الذي يتحدث عن مهارة استخدام أدوات جمع المعلومات أدوات البحث العلمي حيث يعتمد البحث العلمي أساسا على ماذا؟ على المعلومات في جميع مراحل هذه البحث و من هنا كان لزاما أن البحث يلتزم أن يكون له أدوات مناسبة لجمع تلك المعلومات ومعالجتها و استثمارها مفهوم أدوات البحث إذا ما هي المقصود بأدوات البحث؟ هي الوسائل التي يستخدمها البحث لأجل الحصول على المعلومات التي يحتاجها في بحثها أنت تحتاج إلى أدوات تريد أن تستخدمها هنا في البحث هناك إذن أدوات عديدة يمكن أن يستعرضها أو يستعين بها الباحث في جمع المعلومات طبعا ذكرنا للباحث أن يستخدم أكثر من أدات في بحث واحد ما هي أهم أدوات البحث العلمي؟ هي الملاحظة و أيضا ماذا؟ ممتاز المقابلة و أخيرا الاستبانة الملاحظة ذكرنا أنها يقصد بماذا؟ تعني المشاهدة بأنك مراقبة دقيقة أو المخطط لها لدراسة ظاهرة أما ننتقل بعد ذلك هل الملاحظة لها مميزات؟ نعم مميزات الملاحظة أنها تمتاز بالدقة بالسهولة و الموضوعية و المباشرة أنموع الملاحظة ذكرنا أن هناك ملاحظة مقيدة و غير مقيدة و المباشرة و غير مباشرة ثانيا المقابلة و الذي يقصد به المقابلة هي محادثة يجريها الباحث مع عينة الدراسة بهدف ماذا؟ بهدف جمع المعلومات أنت تريد أن تجمع معلومات فأنت تقابل الشخص و سحصل من خلال هذا المقابلة على معلومات مميزات المقابلة أنها تعتبر أفضل أداة لاختبار و تقويم الصفات الشخصية و أنها ذات فائدة كبيرة في تشخيص علاج المشكلات الإنسانية و أن أداة لجمع المعلومات عما يصعب استجابتهم للملاحظة و الاستبيان تزويد الباحث بمعلومات إضافية و أنها أيضا ذات فائدة كبرى في استشارات النفسية و التربوية و الاجتماعية أنواع المقابلة الذين وفقا لنوع الأسئلة و وفقا للغرب لننتقل ذلك إلى ثالثا و الاستبانة و يقصد بالاستبانة هي مجموعة من الأسئلة المكتوبة حيث ترسل إلى أفراد عينة الدراسة ليقوموا بالإجابة عنها و إعادتها إلى الباحث طبعا تستخدم في مجال الدراسات التي تهدف إلى استكشاف حقائق عن الممارسات الحالية و سيطلع رأي العام و مميز الأفراد مثل ما استشهدناكم بهذا المثال الذي أمامك و مميزات الاستبانة الموضوعية و الهدفية و الإجاز و الدقة مما تتكون الاستبانة من العنوان طبعا العنوان و اسم الباحث و الجهة المشرفة و الغرض من الدراسة و الشكر على المساعدة و طمانية بسرية المعلومات المعلومات الشخصية و تعليمات الإجابة و أخيرا الأسئلة و العبارات و البنوت أنواع الاستبانة منها ما تكون مفتوحة أو المغلقة أو المفتوحة المغلقة معا المفتوحة التي ذكرنا أن الاستبان الذي يترك المبحوث حرية التعبير يعني أنه مثلا يجيب إما بنعم أم لا أما المغلقة المفتوحة تسمع أن تتميز مثلا تريد أن تترك المبحوث حرية يعني مثلا تسمع أراء يعني يجيب مثلا لماذا أما المغلقة هي التي يطلب من المبحوث اختيار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات فقد تكون إجابة مغلقة بنعم أو لا أو وضع علامة صح أو خطأ أمام الفقرة المزيج بين المفتوحة ومغلقة الاستبيانة الذي يتكون من أسئلة مغلقة يطلب من المبحوث اختيار الإجابة وأخرى تكون مفتوحة تعطي الحرية في الإجابة خطوات تصميم الاستبانة ذكرنا أن خطواتها تحديد مجتمع البحث وتحديد صفات المجتمع أيضا صياغة الأسئلة بحيث تدور حول الأهداف أيضا إجراء التجارب الأولية على الاستبانة أو ما يسمى بالاختبار التجريبي وتحكيم الاستبانة من ذوي الخبرة وأخيرا تحديد مدى مستقية الاستبانة وثباتها بعد ذلك ننتقل للدرس الرابع مهارة تحديد مراحل وخطوات البحث العلمي حيث يتبع في البحث العلمي عدة خطوات متتابعة مترابطة تتميز بالتناسق والتنظيم والوضوح منها تنظيم طبعا أفكاره وجهده هذه الأجل أنها تساعد البحث على تنظيم أفكاره وجهده حتى أيضا يسهل عملية متابعة تقييم تلك الجهود من قبل المعلم المشرف على البحث حيث يمر البحث عدة خطوات ما هي خطوات البحث العلمي الأولى تحديد يعني يقوم بتحديد مشكلة البحث إعداد الفصل الأول بعد ذلك يقوم بإعداد الفصل الثاني بعد ذلك يقوم بإعداد الفصل الثالث وبعد ذلك يقوم بإعداد الفصل الرابع وفي المرحلة السادسة يقوم بإعداد قائمة بالمراجع والمصادر وإعداد الملاحق ويقوم بعد ذلك بتصميم البحث وإخراجه في صورة النهائية وأخيرا يبدأ بمناقشة البحث مشكلة البحث تحديد موضوع البحث ما معنى كلمة مشكلة؟ بمعنى أن السؤال يحتاج إلى توضيح وإجابة مثلا من خلال طرقنا السؤال التالي أو مثال التالي ما تأثير برامج التلفزيونية محددة على تربية الأطفال والجيل الناشئ من أفراد المجتمع أو أيضا موقف غامض ويحتاج إلى إضاحة وتفسير محدد مثل تآخر معاملات مراجعي في دائرة ما المصادر الحصول على المشكلة نحصل عليها من ماذا؟ الخبرة الشخصية واهتمامات الباحث القراءات ودراسات المختلفة الأبحاث السابقة اختيار المشكلة يجب الآن إذا قاموا بهذه المرحلة أنه يراعي ماذا؟ يراعي اهتمام الباحث وميوله قدرة الباحث العلمية والبحثية الفائدة النفعية من البحث وتوفر المعلومات ومراجع المتعلقة بالبحث وأخيرا توفر الإمكانات المادية تحديد المشكلة معنى تحديد المشكلة أن صياغة المشكلة تكون يعني صيغة في عبارات واضحة تعريف خطة البحث العلمي ما الذي يقصد بخطة البحث العلمي؟ هي مجموعة من الإجراءات والأساليب التي تتبع وتوظيف وتوظف لتحقيق أهداف البحث خلال فترة زمنية محددة بعد ذلك ننتقل الدرس الخامس سناولنا في مهارة إعداد الفصل الأول من البحث هذا يتكون البحث العلمي يتكون من تحديد وصياغة مشكلات البحث تطرقنا واستشهدنا لكم في المثال الذي أمامك الذي يعني مطروح في كتابك المدرسي المثال التطبيقي المستخدم في بعض مراحل البحث وخطواته وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية منتدى الرياضة الاقتصادي الدورة التاسعة ورفة الرياضة جماد الأولى 1441 مكونات خطوات البحث العلمي لدينا عنوان البحث المقدمة المشكلة أهمية البحث أهداف البحث الأسئلة والفروض حدود البحث مصطلحات البحث ودرسات السابقة الإطار النظري إجراءات البحث نتائج البحث وتفسيرها والتوصيات والمقترحات وأخيرا توثيق المراجع والمصادر تناول كل خطوة لدينا عنوان البحث ذكرنا أنه بعد أن اختار الطالب مشكلة البحث أنك تبدأ بالصياغة العنوان البحث أنه يصاغ بأسلوب علمي وموجز أنه يكون خاليا من الأخطاء وأنه يكون بسيطا لا تعقيد فيه وواضحا لا غموضة فيه وأخيرا يتضمن أهم متغيرات الدراسة ثانيا المقدمة بعد أن يصيغ الباحث عنوان البحث بكتابة مقدمة تجتمل توضيحها لمجال المشكلة أنه يوضح مجال المشكلة وأهميتها والجهود التي بذلت في مجالها والدراسات والبحاث التي تناولت هذا المجال ومدى تفرض هذا البحث عن غير من الأبحاث من أهم محتويات المقدمة أنها تحتوي على ماذا؟ تحتوي على أنك تبدأ بتمهيد لمجال مشكلة البحث ثم تبدأ بأهمية أو توضيح أهمية الموضوع ثم توضيح مدى النقص الناتج عن عدم القيام بهذا البحث وأنك تبدأ باستعراض الجهود السابقة في هذا المجال وتوضيح أسباب اختيار المشكلة وتوضيح الجهات التي ستتفيد من البحث ثالثاً تحديد مشكلة البحث ما طرائق صياغة مشكلة البحث ما هي صياغة مشكلة البحث كثير من المهتمين بمنهج البحث العلمي يعملون إلى صياغة مشكلة البحث في صورة سؤال يعني في المثال السابق حدد الباحث المشكلة به أن تتركز هذه الدراسة على السؤال الرئيسي ما وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية رابعاً أهمية البحث ذكرنا لا بد أن أهمية البحث أنها تجيب على سؤالاتي ما هي المبرات العلمية والعملية التي تجعل من الوقت والجهد المبدول على هذا البحث أمراً مسويقاً لكي يتمكن الباحث بكتبة أهمية البحث بطريقة علمية فإنه بإمكانه يتناولها من بعدين إذن بعد النظري والبعد التطبيقي خامساً أهداف البحث يقصد بها طبعاً تلك الغايات التي يسعى الباحث لتحقيقها من خلال إجرائه للبحث تكمل أهمية أهداف البحث أنه يلتزم بالغايات يلتزم أيضاً بالإطار النظري الذي ينفرد به ويطبقه في بحثه يجب أن تكون أهداف البحث تكون محددة يعني يمكن قياسها ويجب أن تكون مثلاً دقيقة ويجب أن تكون وثيقة الصلاة في ارتباطها وقابل للتحقق في ضوء الوقت والجهد المخصصي للبحث سادساً أسئلة البحث وهي أحدى اللبنات الأساسية التي يقوم عليها بناء البحث العلمي طبعاً لا يمكن التواصيل لنتائج علمية دقيقة ما لم تحدد أسئلة البحث بوضوح ودقة طبعاً أهمية أن تقود البحث للتعرف على أبعاد الموضوع ومن ثم تحديد جوانبه وعناصره سابعاً حدود البحث ويقصد بحدود البحث هي الأبعاد التي سيتناولها الباحث في بحثه من الموضوع والمكان والزمان والغاية منها وسهولة التطبيق وأمكانه التعميم النتائج بلذلك تستطيع أن تعمم النتائج ثامناً مصطلحات البحث هنا يقوم الباحث ماذا في هذه المرحلة بالتعريف الإجرائي لمصطلحات أنك تضع تعريف إجرائي لمصطلحات الواردة بالبحث بعد ذلك تناول درس السادس مهارة إعداد الفصل الثاني من البحث العلمي الإطار النظري والدراسات السابقة حيث تعد هذه المرحلة من المراحل الأساسية في البحث العلمي حيث يقوم الباحث بمراجع نظرية لمن سبقه فيما يتعلق بموضوع البحث ما هو أو ما الذي يقصد بالإطار النظري؟ ماذا يقصد به؟ هو خلفية نظرية والعلمية للبحث والذي يحوي مجموعة من المعلومات والبيانات يجمعها الباحث عن موضوع البحث من خلال المصادر المختلفة التي تحدثت عن موضوع البحث بعد ذلك تحدثنا وذكرنا عن التوثيق وما الذي يقصد بالتوثيق؟ بأنه كماذا؟ إثبات مصادر المعلومات التي استخدمها الباحث في بحثه وإرجاعها إلى أصحابها توخيا للأمانة العلمية واعترافا بجهد الآخرين وحقوقهم العلمية ما هي حالات التوثيق ضمن البحث؟ إذا كان المرجع إما يكون كتابا أو يكون مثلا دوريات أو يكون مرجع بحث منشور أو يكون مثلا موقعا على الإنترنت ثانيا مهارات إعداد الدراسات السابقة يقصد بها تلك الدراسات العلمية التطبيقية أو الميدانية التي تتعلق بمشكلة البحث سواء هذه طبعا كانت رسائل جامعية أم أبحاثا منشورة في مجلات علمية محكمة ما هي مصادر الدراسات السابقة؟ من أين لك أن تحصل على هذه الدراسات السابقة؟ من خلال مثلا بحث مؤتمرات وندوات محكمة رسائل جامعية أو بحث علمية تكون محكمة عالمية ومحلية كيف يتم عرض الدراسات السابقة في البحث؟ يعني هناك كيف لك إذا أردت عرض الدراسات السابقة؟ هناك خطوات ما هي؟ تبدأ باسم الباحث السنة التي أنجز فيها البحث الهدف من الدراسة المنهج المستخدم أدوات الدراسة وعينة الدراسة وأخيرا أنك تبدأ بتستعرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة إجراءات البحث تتضمن يعني إجراءات البحث كالآتي أولا اختيار منهج البحث اختيار العينة وبناء أدوات البحث وأساليب التعليق وأخيرا تحديد الأسلوب الإحصائي ناتج بعد ذلك تنولي في الدرس السابع مهارة إعداد الفصل الثالث من البحث العلمي تحديد إجراءات البحث ذكرنا أننا لدينا اختيار عينة البحث لابد أنك الباحث هنا في هذه المرحلة لابد أن يبدأ ويفكر ويحدد بعينة البحث من بداية اختياره وتحديد لمشكلات البحث ما الذي يقصد بالبعينة هي عبارة عن جزء من المجتمع كبير طبعا يجري عليها الباحث دراسته الميدانية على أساس أن العينة تكون ممثلة للمجتمع وسوف توصله إلى نفس النتائج في حال إجراء بحثه على المجتمع كله أنواع العينات هناك العديد من أنواع العينات وسوف طبعا هنا نقتصر على تناول أشهرها وأكثرها استخداما هي العينة العشوائية البسيطة والعينة الطبقية والعينة المنتظمة خطوات اختيار العينات تختار عينة البحث طبعا عن طريق الخطوات الموجودة في الشكل أمامنا تحديد المجتمع الأصلي لدراسة والتحديد أفراد المجتمع الأصلي واختيار عينة ممثلة واختيار عدد كافي من الأفراد في العينة وأخيرا اختيار نوع العينة ثالثا مهارة بناء أدوات البحث وأساليب تطبيقها هنا طبعا يعتمد اختيار الأدات على المنهج المستخدم أدات معينة ويممكن للباحث أن يستخدم هذه الأدوات مما تكون مفردة أو مجتمعا صدق الأدات من المهم أن يشير الباحث هنا إلى أي مدى هذه الأدات التي استخدمها صادقة يعني بمعنى أنك هل قاست فعلا موضع القياسة طبعا وذكرنا أنه لكي تتعرف أيضا على صدق الأدات أن إذا كانت مثلا محكمة بحكم أنه من قبل محكمين أو أساتذة أو خبراء يستطيعون بي يعني يفتي إذا كانت هذه الاستبانة مثلا الأسلة وضعها قاسة المدى أو الأسلة الذي أنت أو البحث الذي أنت تريده مهارة عرض نتائج البحث ومنقشتها بعد ذلك التي هي مهارة إعداد الفصل الرابع وهي مهارة من البحث العلمي عرض نتائج البحث ومنقشتها نتائج البحث وهي تكون طبعا خلاصة وصفية لما توصل إليه الباحث من بيانات بعد إجرائه الدراسة الميدانية وتطبيق أدواته نتيجة للتساؤلات التي حددها في بحثه بعد ذلك تناولنا الدرس التاسع والتي هي مهارة إعداد خاتمة البحث حيث تعد خاتمة البحث من أهم المكونات البحث العلمي بالنسبة للقارئ حيث أن خاتمة البحث هي مقصد الباحثين والمهتمين من نتائج البحث حيث يعرض خاتمة البحث في أبرز النتائج والتوصيات وأخيرا البحوث المستقبلية أولا أبرز النتائج حيث يلخص البحث في هذه الخطوة أبرز النتائج التي توصلها بحثه وذكرنا من خلال مثال تطبيقي ذكرنا وضائف المستقبل في المملكة العربية السعودية ثانيا توصيات البحث بعد أن استعرض البحث أبرز النتائج عليه هنا أن يسرد ما يقترحه من حلول تجاه المشكلة التي بحثها بجوانبها المختلفة على أن تكون التوصيات طبعا ذات صلة بنتائج البحث وإجرائية أي قابلة للتطبيق ثالثا بحوث المستقبلية التي هي طبعا بناء على الجهود التي بدلت بدلها الباحث والمعانات التي عايشها أثناء كتبت البحث فقد تولد لدي معرفة أعمق بموضوعية بجوانب مختلفة لذا على الباحث ألا يبقى طبعا على من يأتي بعده ويريد أن يكمل المسيرة بأن يقترح موضوعات يستحسن بحثها تناولنا في الدرس الأخير وفي هذه الوحدة مهارة الإخراج النهائي للبحث أولا تحتوي فيه هذه يعني بعد أن مررنا بهذه الخطوات في المراحل البحث العلمي تبقى لدينا هنا في الخطوة الأخيرة أو هنا في الإخراج أو البحث النهائي صفحة العنوان وهي الصفحة الأولى من البحث وتتكون من البيانات الرسمية الدولة، الوزارة، الإدارة، المدرسة ثانيا عنوان البحث ويكون وسط الصفحة ويكتب بعد العنوان العبارة الآتية بحث مقدم لمتطلب مادة البحث ومصادر المعلومات وثالثا اسم البحث الذي أعدى البحث ورابعا اسم المشرف على البحث اسم معلم المادة وقد يكون طبعا أكثر من المشرف إذا شارك معلم آخر في دعم الطالب في مجال تخصصي مثل بحث في المجال الشرعي يمكن استفادة من معلم العلوم الشرعية وأخيرا العام الدراسي ثانيا قائمة المحتويات أو الفهر حيث أنها طبعا هي قائمة بأهم العنوان الرئيسة التي وردت في متن البحث بداية بالمقدمة حتى ملاحق البحث وقد يحتاج البحث إلى قائمة بالجداول التي وردت في البحث وقائمة أخرى للأشكال التي وردت فيه طبعا تتكون القائمة من العنوان يقابله رقم الصفحة أو الصفحات ثالثة ملاحق البحث هي المواد العلمية التي ليس لذكرها طبعا أهمية بلغة ولكنها ذات صلة وثيقة باحدة فصولها وأضافتها مفيدة للبحث والقارئ طبعا من أمثلة الملاحق التي يحتوي هنا في هذه الفقرة أو هذه الخطوة أسماء المحكمين لأدوات البحث أداة البحث المستخدمة في صورتها النهائية وأخيرا نماذج المخاطبات الرسمية أخيرا رابعا قائمة المراجع يقصد بها جميع ما استفيد منه في البحث من مصادر المعلومات المطبوعة والإلكترونية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نكون بذلك اليوم أنهينا هذا الدرس هذا وصلى الله وسلم على بينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين